بسم الله الرحمن الرحيم تسمين هذه الفرخة حوالي خمسين يوم أو من خمسة وتلاتين إلى خمسين يوم لكن أما أطلق على فرخة معنى ذلك تكون عدت أربع شهور ونص إلى خمس شهور أو ست شهور عشان تقدر تنتج البيت لكن الكاتكوت مازال عند خمسين يوم أو خمسة وتلاتين يوم ده اسمه كاتكوت تسمين فدية اللفظ اللي هو موجود دائماً عندنا إحنا لازم نعدل من الفاظنا ونعرف يعني إيه كاتكوت تسمين أو فراخ انتاج البيت فراخ انتاج البيت بيكون وصلت إلى مرحلة النوت الجنسي عند خمسة إلى ست شهور لكن الكاتكوت اللي انت ساعدتك تشتري ده من بره اللي هو الفرخة الكبيرة اللي هي وزنها 2 كيلو مش اسمها فرخة ده اسمها مزال الكاتكوت لأنها لسه ما وصلتش إلى مرحلة النوت الجنسي وده اللي إحنا هنشوفه مع بعض النهاردة في حلقتنا النهاردة في بدار إنتاج اللحم يعني إيه بدار إنتاج اللحم؟ هو الدجاج الصغير بيتراوح عمره ما بين خمسة إلى ثمان أسابيع من كلا الجنسين سواء كان زكور أو إناس إما يصل الوزن إلى 1.5 إلى 2.5 كيلو جرام ويكون لحمه طري وجلده رقيق وأملس ومرن وعظمة الصدر بتكون مرنة وأيضا فيه اللي هو الغضروف بالنسبة لدجاج التسمين لكن في دجاج التسمين إيه هو العنبر التسمين بقى؟ يختلف عن عنبر البياض يختلف عن عنبر التفريخ أو يختلف عن مبنى التفريخ له مجموعة من الأمور يجب أرعيها عند اختيار الموقع المناسب عشان مجأ أنشئ مزارع بدار إنتاج اللحم هذه الأمور لها علاقة بمناخ المنطقة التي ينشأ المسكن بها ومنها عدم إنشاء مشاريع الدواجن في المناطق الحرة والعالية الرطوبة طبعا لو أنا ما عنديش اللي هو المكان إنشاؤه في مناطق حرة وعالية الرطوبة يبقى أنا لازم أنشئ عنبر سابقة التجهيز اللي هي بيكون فيها مكيفات بتقدر تحافظ لع درجة الحرارة خلال مدة التسمين وفي نفس الوقت تقدر تحافظ على نسبة التهوية وبتقدر تحافظ على نسبة الرطوبة دي من خلال إيه؟ من خلال اللي هي العنابر الحديثة أو العنابر المجهزة أو سابقة العديثة لا تصلح في المناطق الحرة أو لأن لو صلحت في هذه المناطق هتسبب مشاكل للمربي أو لمنطق دجاج إنتاج اللحم أو بداري إنتاج اللحم أيضا يفضل اختيار موقع كثير من الأشجار عند إنشاء العنابر والكون الأشجار دي محاذاة لمبنى التسمين بتزل على بعض أو جميع أسطح المساكن في زروة النهار يبقى أنا بعمل عن طريق عملية مصدات للرياح حشان تقدر تحجز لي الرياح اللي هي الداخل عمبر التسمين أيضا بيفضل في المناطق المعتدلة وتكون حركة الهواء بتكون جيدة يفضل إنشاء عنابر التسمين في مناطق تكون سهلة المواصلات عشان تقدر توفى لمستلزمات الإنتاج داخل المزرعة وإلى خارج المزرعة اللي هي الكاتاكيت الناتجة يبقى أنا عندي لازم العنبر يكون قريب من المواصلات في طرق ممهدة عشان يقدر ينقل الكاتاكيت اللي هي جاي من أماكن التفريخ إلى داخل العنبر وفي نفس الوقت هيقدر ينقل الأعلاف أو مستلزمات الإنتاج إلى داخل عمبر التسمين بعد ما خلصت دورة التسمين هتطر إن أنقل السبلة خارج عمبر التسمين عن طريق السيارات اللي هي موجودة بقى فيه طرق ممهدة لهذه المناطق أيضا ما يكونش فيه هذه المناطق فيه عند اهتزازات أو فيه مواقع سقيلة زي الصناعات السقيلة كذلك يكون بعيدة عن مناطق السكة الحاددية أو أماكن الطائرات أو المزلات إلى خلو من هذه الأماكن حشان ما يحدث إزعاج لعملية لكتكوت التسمين داخل مبنى التسمين يفضل المنطقة دي تكون سهلة توصيل مستلزمات الإنتاج بصورة ميسرة وأيضا لتسويق منتجات المزرعة يفضل أن يكون الموقع على طريق عام لتقليل الضوضاء وتحاشي انتقال الأمراض من المركبات أو وسائل النقل العامة في مزارع التسمين كذلك أيضا عندي نوع الأرض عليها عمبر التسمين ما تكونش في أماكن جوفية يعني يكون الأرض دي فيها سهلة الصرف في عندي تكلفة استثمارية لهذه الأرض ما تكونش في أراضي مخصبة جيدة عشان أقدر أنشئ فيها عمبر التسمين عدم تسريب المياه لارتفاع مستوى الماء الأرضي لأن أنا عندي ما جانش عنبر التسمين لازم يكون مرتفع جدرانه والأرضية بتعمبر التسمين عن الأرضية اللي هي الخارجية بحوالي خمسين سنتي عشان نطوبة اللي هي موجودة ما تتأديش بعد كده انتقال الأمراض داخل العنبر وبالتالي بتأدي إلى انتقال الفيروسات والمكروبات في داخل كاتكوت التسمين كذلك في عندي توزيع المباني والعنابر ومباني الخدمة داخل عنابر التسمين أراعي المساحات الكافية لكل مبنى حسب الغرض المنشأ من أجل المبنى في عندي مبنى الخدمة في عندي مبنى أو جزء من العنابر في عندي أماكن للعمال بأراعي المساحات الكافية داخل مبنى التسمين كذلك أراعي المسافات الضرورية بالمباني ومع بعضها البعض عشان خطت تسهل عملية التهوية لداخل المبنى كذلك براعي المساحات اللازمة في نظام المساكن المفتوحة لوصول أشعة الشمس كذلك إمكان زراعة بعض الأشجار عشان تقدر تعملي مصادات رياح وتمنع دخول الرياح داخل العنبر خصوصا في فصل الشتاء المساحة الكافية لكل مبنى عدم زيادة مساحة الأرض عن احتجات المزرعة والتوسعات المستقبلية في إنشاء مزارع التسمين في مواصفات كياسية لسلالات إنتاج اللحم التجارية أنا نوع من أنواع الدجاج هدخله في عملية التسمين إذن في مجموعة من المواصفات من خلال هذه المجموعة من المواصفات أقدر أميز للإنتاج أو بيحول نسبة لحم أكثر على جسمه من خلال مجموعة من المواصفات تعالوا نشوف مع بعض إيه هي لي دجاج إنتاج اللحم مع بعض المواصفات معامل تحويل في هذه السلالات واحد إلى اتنين إلى اتنين أو بنقلبها نقول اتنين إلى واحد يعني اتنين كيلو علف بيحول لي واحد كيلو جرام اللحم على جسم هذا الكاتكوت طب الكاتكوت اللي هو الناتج دوت اللي هو اللي هو اللي من قول عليه الفرخة بعد حوالي خمسة واربعين يوم أو بعد خمسين يوم هيأكل كم أو هيستهلك كم كيلو علف خلال مدة التسمين اللي هي تمن أسابيع هيستهلك حوالي أرب تلاتة كيلو نص إلى أربعة كيلو علف الاتنين كيلو علف بيحول لي كيلو لحم على جسم هذا الطائر يبقى إذن معامل التحويل هنا اتنين إلى واحد في المية اتنين كيلو علف بيعطيني واحد كيلو جرام لحم على جسم الطائر اللي هو موجود في عملية التسمين وذلك لاستهلاك أقل كمية من العلف الناتج لأكبر كمية من اللحم في أكثر وقت ممكن في عملية التسمين كذلك في مواصفات أخرى لسلولات إنتاج اللحم اللي هي سرعة التريش المنتظم يعني إيه سرعة التريش المنتظم سرعة التريش المنتظم إنت عندك دجاج أو فراخ أو كاتكوت لسه كاتكوت تسمين بعد حوالي عشر تيام من وصول الدفعة داخل عمبر التسمين في أماكن التحضير بتلاحظ إن الكاتكوت بتلاقي الرش يكتمل بسرعة على هذا جسم الطائر يبقى من ضمن المواصفات الكياسية أو المواصفات الجيدة اللي هي سرعة التريش بالنسبة للدجاج لكن في بعض برضو الدجاج اللي هو عالي الإنتاج بتلاقي الرش المتوسط سرعة التريش بتلاقيها ضعيفة مما يؤدي إلى زيادة إنتاج اللحم أكبر على جسم هذا الطائر تعالي نشوف عمل آخر من ضمن العوامل اللي هي أو المواصفات اللي هي الفنية أو السلات الكياسية لسلات بدار إنتاج اللحم لون اللحم المفضل لون اللحم المفضل بالنسبة المربي بيكون لون اللحم المفضل الأبيض ويفضل عليه ببعض الإسفرار اللي هو موجود شكل الجسم وحجمه واتساع الصدر بالنسبة للطائر كذلك الطائر لازم يكون مقاوم للأمراض سرعة النمو يعني إيه؟ يعني الكتكوت بيصل إلى الوزن المناسب في عمر 8 أسابيع إلى معدل 2 كيلو أو 2 كيلو ونص وذلك الاستفادة في سرعة النمو في خصوصا في الأعمار الصغيرة لكن سرعة النمو عندي هنا بتتأثر بمجموعة من الحاجات تتأثر بمجموعة من العوامل إيه هي العوامل اللي هي بتؤثر على معدل كوت التسمين لو أنا تذكر مع بعض معنا كده بنقول إن حجم البيضة الداخلة إلى مكينة التفريغ إن حجم البيضة اللي هي داخلة مكينة التفريغ بتكون حوالي 55 لا تكل عن 55 ولا تزيد عن 70 جرام لو أنا جبت بيض أقل حجمه من 55 جرام ودخله مكينة التفريغ فبيؤدي إلى إنتاج كتكوت ضعيف في بداية عملية التسمين وبالتالي بيؤثر على معدل سرعة النمو بالنسبة لكتكوت التسمين يبقى أول حاجة عندي اللي هو معدل سرعة النمو بيحكمه مجموعة من العوامل اللي هي حجم البيضة أو معدل وزن البيضة بالنسبة لمكينة التفريغ أو الكتكوت الناتج من البيضة الصغير الحجم يختلف عن الكتكوت الناتج من البيض الكبير الحجم تعال نشوف عامل تاني آخر من دمن هذه العوامل وهو الجنس بلاحظ أن الجنس في الزكور بيكون أسرع في معدل النمو من الإناس كذلك عند النوع والسلالة بيختلف النوع والسلالة حسب كل سلالة مع بعضيها في معدل أو في زيادة نسبة سرعة النمو بالنسبة للسلالة ساعتك أنت بتذهب إلى الجزار أو إلى تاجر اللي هو موجود عشان تحصل منه على فراخ أو تحصل منه على كتكوت تسمين اسمه كتكوت تسمين بقى تفعل أنه كتكوت تسمين حوالي 50 يوم يعني كتكوت تسمين أو 40 يوم اسمه كتكوت تسمين بلاحظ أن فيه عنده فراخ ضعيفة النمو وفيه فراخ كبيرة النمو ده بيختلف من سلالة إلى أخرى فيه عندي سلالة هبرت فيه سلالة قب فيه سلالة موجودة كتيرة نتجة عن طريق عملية التزاوج والتحسين وما زلنا حتى الآن بيتم استنباض سلالات جيدة بتؤثر على عملية سلوة النمو في خلال فترة زمنية معددة احنا بنتكلم على خمسين يوم بالنسبة لكتكوت التسمين بس ده كتنهين في السلالات اللي هي ضعيفة الانتاج لكن دلوقتي تم استنباض سلالات حديثة بيتم وصول معدل سلوة النمو الى اتنين ونص كيلو في خلال خمسة وتلاتين او اربعين يوم يبقى بدأ تحسن هذه السلالات يبقى من ضمن العوامل بتؤثر على سلوة النمو اللي هو ايه تمام برفع ليه اللي هو النوع والسلالة كذلك سرعة الترييش بيؤثر على معدل سرعة النمو كذلك في عوامل بيئية الحرارة والتغذية والمسكن الى اخره بيؤثر على سرعة النمو كذلك الكفاءة التحولية احنا اتحدثنا عن الكفاءة التحولية قلنا ما معدل اتنين الى واحد اتنين كيلو علف الى واحد كيلو جرام لحمة على وزن الطقر الحي اللي هو موجود خلال مدة التسمين نسبة التصافي ونسبة التشافي وبحسبها ازاي في كل من الطقر اللي هون موجود عندي نسبة التصافي ونسبة التشافي عبارة عن ايه نسبة التصافي وزن الزبيحة المجهزة بتسوي ايه وزن الطقر الحي ناقص وزن الدم والريش والاحشاء والارجل والرأس دي اسمها نسبة التصافي معنى ذلك ايه انا اروع عندي جزارة واجيب من عنده اللي هي الفرخة اللي هي موجودة او الكاتكوت التسمي في عندي نسبتين بحسبهم وزنت الكاتكوت بلاقيه حوالي اتنين كيلو ونص او تلاتة كيلو اما جيت ده بحت هذا الكاتكوت وازلت الريش وازلت الارجل وازلت الرأس وخرجت الدم في الاخر وفرخت جميع محتويات الزبيحة اللي هي موجودة عندي اللي هي الامعاء الضكيكة والامعاء الغريزة الى اخره والكبد والاوامس اللي موجودة في داخل الاحشاء الزبيحة وخرجتها للاخر في الاخر ده الكاتكوت اللي هي موجودة عندي او الزبيحة ديت اسمها نسبة التصافي طلع عندي حوالي اتنين وسبعمائة يعني اتنين كيلو وسبعمائة جرام يبقى التلتمائة جرام عبارة عن ايه؟ عبارة عن نسبة تصافي دي خارجة من 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 التلاتة كيلو اللي هي موجودة طب بعد ذلك هطلع نسبة عندي اسمها نسبة التشافي اللي هو بخلي العضم من اللحم اللي هو موجود او بخلي اللحم من العضم بلاحظ ايه عندي بقى اتنين كيلو وسبعمائة جرام اللي اتنين كيلو وسبعمائة جرام بالعضم بتاعهم فده بشوف نسبة التشافي كم طلعت العضم مثلا حوالي مئتين وخمسين جرام يبقى باقي عندي في اللحم اتنين كيلو ونص ده نسبة التشافي ونسبة التصافي وتعالا نشوف مع بعض على الشاشة نسبة التصافي عبارة عن وزن الزبيحة المجهزة اللي هي وزن الطقر الحي ناقص وزن الدم والريش والاحشاء والارجل والرأس وكن نسبة التصافي عبارة عن ايه بقى بمعادلة وزن الزبيحة المجهزة على وزن الطقر الحي قلتلك اتنين كيلو وسبعمائة جرام على وزن الطقر الحي زي مددك مثلا ثلاثة كيلو في مية بيديني نسبة التصافي لكن نسبة التشافي في الطيور عبارة عن وزن اللحم الخال من العضم على وزن الزبيحة اللي هي المجهزة اللحم اللي هو الخالي اللي هو ناتج من عملية التصافي لي 2 كيلو 700 جرام وسال عندي الى 2.5 كيلو يبقى نسبة التشافي هنا بتختلف حسب صرعة النمو او حسب السلالة اللي هي موجودة منها الكاتكوت النادر بس تدل على نسبة التصافي ونسبة التشافي العالية عن طريق بعض الظواهر الاتية ازاي؟ اما ما روح عند جزار وعشان عشان اعرف انها هحصل على نسبة لحم الكاتكوت اللي انا هشتريه او الفرخ اللي انا هشتريه هل منطقة الصدر او منطقة التصاع الصدر واسعة هل الصدر مقتص باللحم دي كلها هل العرف محمر دي كلها مواصفات شكلية بتؤثر بعد ذلك او بتكتشف لي ان نسبة تصافي او نسبة تشافي عالية لهذا الطائر بعد عملية الزابح وده بيؤثر على عملية التصافي وعملية التشافي كل ما كان وزن الزبيحة عالي يبقى ده ناتج من كاتكوت زي حيوية عالية ناتج من كاتكوت كان بيتغزى كويس ناتج من كاتكوت كان متحصن كويس خالي من جميع الامراض فبيؤثر بعد ذلك الى نسبة التشافي ونسبة التصافي فالجسم يكون مستدير بيؤثر على نسبة تصافي عالية الجسم العميق والصدر المقتنس بيدل على نسبة تشافي عالية الخلط يعمل على تحسين التصافي والتشافي عن طريق الانواع الاصيلة يعني ايه الخلط انا اتحدثت معك قبل كده وقلت لك السلالات اللي هي المنتجة عن طريق الانتخاب والتهجين والانتخاب الوراصي فكل ما كان نسبة خلط عالية بتؤثر بتعطيني جودة عالية في نسبة التشافي ونسبة التصافي في الانواع المنتجة طبعا ما عايز اجهز المزرعة لاستقبال الكاتكوت الناتجة من مكينات التفيخ الى داخل عنابر التسمين يعني من عنابر التفريخ الى عنابر التسمين اول خطوة عندي بتخلص من بقايا الدفعة السابقة بمعنى ايه بتخلص من بقايا الدفعة السابقة انا عندي كنت مربي دفعة مدة حوالي اربعين يوم او خمسين يوم داخل العنبر لازم ازيل كل بقايا الدفعة السابقة من الاسمدة الموجودة او من الفرشة اللي هي موجودة في داخل العنبر وفي نفس الوقت بخسل العنبر وبخسله بكل المطهرات الموجودة وببخر العنبر وبقفل الشبابيك وبزبط درجة الحرارة عشان اقدر استقبل الدفعة التالية للكتاكيت المنتجة داخل عنبر التسمي فبتخلص من مخلفات الدفعة او الدورة السابقة ان انا بتخلص من السبلة الموجودة بنظف العنبر اللي هو موجود وبزيل اتربة منه ثم بتهر العنبر عن طريق فيه مواطير الرش بتقدر تهرر على نبر التسمين زي ما انت شايف معايا كده وبيتم التطهير بغرض ان انا بتخلص من المسببات المرضية تمكس بداخل العنبر تم المسببات المرضية دي نتجع عن طريق عاملة الدخول والخروج من العنبر الى داخل العنبر بدخل النشارة بفك السابلة بدخل المياه داخل العنبر بجري عاملة التحسين كل دي مسببات بتسبب لي الى دخول الميكروبات داخل العنبر فبالتالي لازم اعمل احوال تغطيس خارج عنبر التحضين او عنبر اللي هو التحضين الكاتجية التسمين عشان اللي هو القائم على العملية اللي هو الاشراف على العنبر يقدر يغطس ارجوله داخل الحجرة عشان فيها متاهر وبعد ذلك يدخل الى مكان التحضين فده موجود في داخل عنابر التسمين كذلك بتخلص من الحشات والطفلات الموجودة عن طريق عاملة التبخير والتحضين في داخل العنبر ثم بتهر العنبر كلقاتي ازاي بخسل العنبر بالماء جيدا وبزيل باقي المخلفات اللي هي موجودة ثم بتهر العنبر بمرة اولى بالصابون والكلور وبرش العنبر باحد المطهرات اللي هي القوية ثم بضع الفرشة وغالبا ما تكون من النشارة او من الادبان حسب النوع الفرشة اللي انا هستخدمها داخل العنبر وبعمل منطقة لتحضين ووضع الدفيات بداخل العنبر بس في عنبر التحضين هنا او عنبر التسمين نفترض ان عنبر التسمين حسب سعة المربي انا هجيب الف طائر او الف كاتكوت هل الالف كاتكوت عند العنبر مساحته مثلا 9 متر في 12 متر هل اضع الالف كاتكوت في داخل العنبر ولا بجهزه في مكان منفصل داخل العنبر اسمه مكان التحضين مكان التحضين ده بهيقه وبجهزه جزء منفصل داخل عنبر التسمين بهيقه وبزبط درجة الحرارة درجة الحرارة داخل العنبر التحضين بتساوي درجة الحرارة اللي ناتج منها الكاتكوت اللي هي 35 درجة مقوية وفي بعض المربيين بيقوم بوضع الماء ووضع الفرشة ووضع الدفيات ووضع المساقي ووضع المعالف قبل قبل دخول الكاتكوت داخل عمبر التسمين عشان يقدر الكاتكوت يلاحظ ان درجة الحرارة مش مختلفة عن درجة الحرارة اللي كان بيعيش فيها في داخل مكينة التفريق او في داخل صلاة الفأس بتأخر العمبر وبعمل منطقة عزل داخل العمبر عن طريق دفيات موجودة عشان يضعبت درجة الحرارة ثم بضع او الاطباء حسب نوع التربية اللي انا حربي فيها داخل العمبر ثم بضع سطارة لعزل منطقة التحضين عن باكي اجزاء العمبر ووضع الدفيات بالطريقة السليمة لها حسب النوع ثم بشغل الدفيات قبل استقبال الكاتكوت بستة الى اتناشر ساعة حسب درجة حرارة الجو بالمنطقة او الظروف اللي انا حربي فيها الكاتكوت وبملأ المعالف والمسائي بالماء مع وضع الفيتامينات بالنسب واحد سانتي لتل قبل الاستعمال بحوالي اربعة الى ست ساعات في بعض الاحيان المربي او القائمة على عملية التسمين بيضع المساقي داخل العمبر قبل وصول الكاتكوت باربعة الى ست ساعات ليه؟ لان درجة حرارة العمبر حوالي 35 درجة مقوية درجة الحرارة دي مطابقة لدرجة حرارة التفيخ او الظروف اللي كانت ناتج منها هذا الكاتكوت عشان تقدر المسائي او المعالف الموجودة تكتسب درجة حرارة العمبر ودرجة الحرارة هي موجودة حتى لا تؤثر على الكاتكوت اللي هو داخل العمبر لان الكاتكوت داخل العمبر لابد ان هيشرب من المية يبقى المية لازم تكون قبل وضع الكاتكوت باربعة الى ست ساعات هنشوف ايه تاني؟ هنشوف ان انا بضع قبلها باربعة الى ست ساعات المسائي والمعالف ثم بختار كاتكوت انتاج اللحم انا زبطت الدنيا وزبطت العمبر طيب انا عايز اشتري كاتكوت انتاج اللحم كاتكوت انتاج اللحم لهم مجموعة من المواصفات هي مجموعة من المواصفات ديت اللي انا براعيها لازم اشتري كاتكوت من المصدر يكون موصوق دي ان تكون من اباء وامهات خالية من الامراض وزن بيض التفريغ في حدود ستة وخمسين جرام يعني ما يتعدى او ما يقلش عن ستة وخمسين جرام اللي هو الناتج منه كاتكوت التسمين زادة حجم ولون واحد كاتكوت التسمين بيكون حجم ولونه واحد زاد انه في عندي سرعة الترييش الجرام جيد بالنسبة لي كاتكوت التسمين ثم بس واللي بها عيوب خلقية زي التهاب السرة او التواز او تهدل بعض الاجنحة او فسعد بكوت التسمين كل ده باستبعده قبل دخول كاتكوت داخل العنبر انه لما استبعده قبل كده في سطر المفقس بس احتمال يكون فيه عند بعض هذه الكاتكوت فلازم استبعدها ايضا استبعاد الكاتكوت دي بها تشوه في المنقار لانه مش هتقدر تحصل على كفيتها الغذائية اثناء عملية التسمين يبقى الكاتكوت اللي هو المنقار ملتوي بس تبعده من عملية التسمين كذلك حصول الكاتكوت على التحصينات اللازمة في المفرخ بعد عملية التفريخ اللي هو في المفقس او في صالة التفقيس باعطي الميرك ثم ان يكسل عن طريق الطبيب البيطري او المشرف على عملية التحصيين استقبال ورعاية كاتكوت التسمين بها قبل استقبال الكاتكوت يجب اراعي مجموعة من النقاط قبل نقلها من المفرخ ايه هي مجموعة النقاط دي اول حاجة عندي ان انا بنقل الكاتكوت في صندية كرتون خاصة بها وبستعملها المرة واحدة فقط عن طريق السيارات اللي هي النقل وبقولنا قبل كده ان نعمل حواجز في داخل الكرتين عشان منع التزاحم ومنع الاختاة الكاتكوت مع بعضيها فبيؤدي الى التكدس ويؤدي الى عملية النفوق بالنسبة لاتكاتكوت يمكن استخدام السندية البلاستيكية المتكررة ولكن لو استخدمت السندية البلاستيكية المتكررة لابد ان اطهرها واعقمها بالمحليل او المطهرات قبل عملية الاستعمال ويجب استخدمها وهي جافة بنقل الكاتكوت في الصباح الباكر عشان اقدر اتغلب على درجة الحرارة او اتفاع درجة الحرارة العالية او درجة حرارة الشمس او البرودة ليلة واستلام الكاتكيت في سرعة ودقة بعدد من المعطيات انا مش حمسك الكاتكوت واخليه موجود في ايدي بفترة معينة من الزمن انا بامسك الكاتكوت وافرزه وبرده العامة يظل ما فيش تلات اربع ثواني ودي بتتوقف على الخبرة او على القائم بعملية التسمية وبعمل ايه تاني بعمل برضو اشوف نسبة الرطوبة داخل عمبر التسمية لا تكل عن 60 الى 70% درجة حرارة من 32 الى 33 درجة مئوية داخل عمبر التسمية التهوية لابد ان تكون التهوية ساكنة يعني ما يكونش فيه هواء متحرك عشان منعا لصدمات الحرارية ومنعا لصدمات اللي هي الطاقة الهوائية حتى لا تحدث نزلات شعبية بالنسبة لطاقر التسمية الاضاءة لازم تكون قوية وشديدة عزائي وصلنا بكم الى نهاية هذه الحلقة على امل اللقاء بكم في حلقة قادمة اتمنى لكم دوام التقدم والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 شكرا